سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخنا العزيز هل الترجيح بغير مرجح مذموم مطلق الأصل في الترجيح في المسائل العلمية الأصل فيه أن يدور مع الدليل فما كان له دليل راجح على ما لا دليل عليه وما كان دليله أقوى فهو مرجح على ما دليله أضعف وهكذا فالترجيح إنما يكون بالدليل بوجوده وبقوته من جهة وقد يعوز الدليل فيرجح بالأصول الأخرى بالأقيسة وبالقواعد العامة وبالمصالح التي جاء اعتبارها في الشرع وقد يعوز الفقيه المرجحات كلها فلا توجد في هذه المسألة ولذي يقول بعضهم بالترجيح بالاستحسان والاسترواح والميل من دون مرجح لمه كثير من أهل العلم ومن استحسن فقد شرع لكن بعض أهل العلم يرى أنه أفضل من التوقف مع أن التوقف في مثل هذه الحالة لا شك أنه أولى وأحوط وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع